مرحبا يا أصدقائي حكاية جديدة في مجال الهندام والنظافة الحكاية الأولى الأسبوع الأول والثاني تحت عنوان ديدي ونميرة الأنيقان استيقظ ديدي في الصباح الباكري واستحم بالماء الفاتري والغاسول والصابون العطري ونظف أسنانه بالفرشات والسنون ثم ارتدى سروالا أزرقا وقميصا أبيضا مزينا بزهيرات زرقاءة وانتعلى حذاء أسود وتطيب ومشط شعره أما نميرة فقد استحمت وارتدت فستانا أبيضا مزينا نجيمات ورضية وانتعلت حذاء أبيضا ووضعت في شعرها وردة حمراء وحملت في ذران بيضاء بينما الاثنان ينظران إلى نفسيهما في المرآة التحقت بهما مرمرة وقالت لهما تبارك الله ما مناسبة هذه الأناقة أجابها الاثنان سنحتفل اليوم بعيد المعلم في مدرستنا قالت مرمرة لنميرة احملي معتفك أنصحك بارتدائه في المساء حتى لا تصاب بنزلة برد أجابتها نميرة سأرتديه يا صديقتي همت نميرة بالذهاب إلى مدرستها لكنها لم تجد ديدي بجانبها غضبت نميرة وصاحت أين ذهبت يا ديدي أين ذهبت ووقت الحفل قد اقترب أأتركك وأذهب وحدي لا يمكنني أن أتركك وأذهب وبحثت عنه في كل مكان ولم تجده وفجأة ظهر ديدي لباسه ملطخ بالوحل أراد أن يسبق نميرة إلى المدرسة لكنه عثر في حوض الأغراس استحم ديدي من جديد وألبسته مرمرة ملابس جديدة وقالت له لا ترقد في الشارع حتى لا تعثر ولا تأكل كثيرا من السكاكر ولا تشرب الكثير من العصائر كي لا تمرت شكر ديدي مرمرة ثم التحق بنميرة فرحا لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس لكي يصلكم كل جديد